موسيقى غارة جوية مكثفة يشنها طيران الاحتلال الروسي وطيران ميليشيا النظام على منطقة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي هذه الغارات تستهدف كافة البلدات والمناطق المحيطة بمطار أبو الظهور وبلدة أبو الظهور بالإضافة إلى عشرات الغارات يوميا على بلدة أبو الظهور التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة حتى الآن الغارات تتوزع في رياف أبو الظهور الشرقي والغربي والجنوبي وكافة المناطق فرق الدفاع المدني تعمل بشكل مستمر لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وإصعاف المصابين طبعا من الأهالي الذين بقيوا في هذه المناطق وهم قلة قليلة جدا بعد نزوح معظم الأهالي خارج هذه المناطق غارة جوية عنيفة شنها طيران النظام وطيران روسي مستخدم القنابل العنقودية والفراغية استهدف فيها ريف وقرى وبلدات ريف إدلب الشرقي تشهد تلك المنطقة غصف عنيف مستمر كما استهدف هذا اليوم قريت رأس العين في البرام المتفجرة سقط خلالها شهدين وعدد من الجرحة عيث وعملت فرق الدفاع المدني على أسعافهم وانتشال الشهداء الأسواق وتجمعات المدنيين هي الهدف الأساسي لطيران الاحتلال الروسي ونظام الأسد التي دمر جزءا كبيرا منها حيث شهدت محافظة إدلب عموما وريفي إدلب الشرقي والجنوبي خصوصا دمار العشرات من هذه المراكز محمد الفيصل أورينت نيوز ريف إدلب الشرقي ترجمة نانسي قنقر